الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تقديم دراسة حول وضعية الأحداث في نزام على القانون والأوضاع داخل الأماكن الحرمان من الحرية التي توجد فيها ونقصد بها الأماكن تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون من جهة وتلك تابعة لإدارة الشباب لأنها تأتي عند مجموعة من المراكز التي كانت تعتبر ضرورة الأهمية في هذه الفئة منظرا لها شاشتها ولخاصية المتطلبات لإعادة التأهيد في جوانب متعددة منها تبعته على قلق شديد سواء بالنسبة للإدارة المندوبية العامة من حيث الاكتظاد الذي هو الظاهرة المميزة للواقع الاعتقال كما كان برز في التقرير الذي قدمناه السنة الماضية حول وضعيات السجون في المغرب الذي أعرفه كما تبعته أننا تجاوزنا المائة ألف هذه السنة من المعتقالين والإكتظاد التي تخلقوا داخل السجون والنسبة الكبيرة للناس التي تنتظر الأحكام النهائية في حقها فهذا الواقع ينعكس كذلك على القاصرين داخل المؤسسة السجنية والجانب الثاني هو المؤسسة التابعة لوزارة الشباب اللي فعلا هناك قلق أكبر لأنها تعاني من خصص فضيع أوضاع مأساوية يمكن نقولها بكل صراحة تدعته على قلق تدعو إلى الإصلاحات أولا سواء على المستوى التشريعي حيث هذه المؤسسات تفتقد إلى إطار قانوني خاص بها وهذا غريب بالنسبة للبلد اللي فيه تشريعات تطورت في عدد من المجالات والجانب الثاني هو الخصاص من حيث الأطور من حيث الإمكانيات من حيث التغطية الصحية إلى آخره فكان لابد دائم من إطارة الانتباه لهذا الواقع بأتبار الجزء حيث يقام المساهمة في النقاش العام المطلوب لإصلاح منظومة الجنائية المغربية هذا الزاوية أخرى للنظر للموضوع لأن نعتقد بأنه لابد لهذا الإصلاح أن يكون شاملا وأن يغطي مجمل المكونات المعنية بالموضوع ثانيا قدمنا مجموعة من توصيات النظر للسرعة المطلوبة الآن في بعض الجوانب خاصة قانون العقوبة الباديلة وغيرها قدمنا التوصيات الصديرة في هذه الدراسة إلى لجنة تشريع بمجلس المستشارين التي ستبدأ من نقاش من دوية السجون وقانون العقوبة الباديلة حتى نساهم في إثراء النقاش وتقديم توصيات ومقترحات نأمل أن تجد صداها في هذا الإصلاح تأتي هذه الندوة في سياق الأعمال السابقة للمركز لتدبير فضاءات الحرماني الحرية اليوم الموضوع هو حماية الأحداث الشريحة الأكثر إشكالية في المجتمع لأن القانون عموماً يمنع الاعتقال الحدث يبقى الاعتقال استثناء الاستثناء ومحكمة النقطة تصهر على هذه المسألة بجدية الآن بعد ما رصدناه من الجانب القانوني والجانب المؤسساتي على الجانب القانوني هناك بعض التعديلات التي يجب أن ندخلها على قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بتوقيف الأحداث في مرحلة البحث التمهيدي يعني قبل عرضه على النيابة العامة الإشكاليات التي يطرحها الاعتقال الحقياطي لأن مثلاً قاضي التحقيق يمكنه أن يعتقل الحدث دون أن يبرر الأمر في حين أن القاضي لاتخاذ قرار بحرمان الحدث من الحرية يجب أن يكون قراره مبرراً معللاً بتعليل خاص على الجانب المؤسساتي هناك الجانب المتعلق بمراكز الحماية والطربية لمازالت تطير عندنا إشكال لأن وضحها القانوني مبهم هي في الحقيقة ليست منضمة بقوانين منضمة بإجراءة نظيمية ولا يعقل لأماكن يحرم فيها أشخاص من الحرية أن لا تكون منضمة بقانون يعني في وقتنا الحالي ثانياً أنها تتير إشكال لأن يوضع فيها فئات لا علاقة لوحد بالآخر فئات في نزاع مع القانون يعني أن ارتكبوا أفعال يجرمها القانون فئات وضعت هناك لأنها في حاجة في حاجة وضع هناك القضاء بعض الأحيان يحيل عليها ضحايا بالتالي نجد نفسنا أمام خاليط لا علاقة الإطلاق ثانياً نتيجة الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالأماكن الحرمان من الحرية فهذه الأماكن تعتبروا أماكن اعتقال أماكن حرمان من الحرية نتيجة الالتزامات المغرب بالبروتوكول الاختياري الاتفاقية منهضة تعذيب وبالتالي أن الهيئات الدولية لرقابة هذه الأماكن اللي هي اللجنة الفرعية للوقاية من تعذيب أو اللجنة الوطنية للوقاية من تعذيب يمكن أن تزورها في كل وقت وحين للإطلاع على هذه الأوضاع وأول شيء يجب أن تكون الشرعية منضمة بقانون نتمنى ما صرح به الوزير الاتصال والشباب السنة الماضية بأنهم بصدد إعداد قانون لهذه المراكز أن يخرج إلى حيث الوجود لأن إشكال عدم حرمان الأحداث من الحرية هو إيجاد بدائل للحرمان من الحرية اشتركوا في القناة